مرحبا بكم يا سادة الكافاضل أهلا وسهلا بكم عشاق التقنية في كل مكان أصدقاء المكفوفين والكفيفات أهلا وسهلا بكم اليوم سأعطيكم فكرة ربما قد يعلمها الجميع وقد لا يعلمها الجميع أيضا إذن فكرةنا اليوم هي كيفية استخدام كل أصوات الويندوز مع أصوات الأكابلة بل أكثر من هذا أنا أستخدم صوت آخر يعني خارج عن صوت الويندوز والوكاليزر والأكابلة سأستخدمه مع صوت الويندوز كذلك سأستخدم صوت الأكابلة مع صوت الويندوز إن شاء الله إذن دعونا نستمع إلى نبدة تعرفية تعرفنا بهذه الأصوات اشتركوا في القناة هذه هي الأصوات سندخلوا مثلا إلى اليوتيوب الطوار الستوديو طوار الستوديو سأخرج من هذه الصفحة مثلا و سأدخل إلى اليوتيوب سننتظر تحميل الصفحة بطبيعة الحال بعد تحميل الصفحة يمكننا التصفح بكل سهولة تخطي ارتباطات التنقل البحث باستخدام طلبات صوتية تطبيقات الإعدادات تسجيل الدخول الصفحة الرئيسية هذا الصوت الأرابي وهو صوت هدع من مايكروسوفت استكشاف الاشتركات المكتبة السجل رياضة ألعاب فيديو أخبار مباشر فيديو بنصف تصفح القناة مباشر الإعدادات سجل الإبلاغ عن المحتوى مساعدة إرسل تعليقات إذن سنكتف بهذا الاستعراض وسننتقل إلى التطبيق إذن حتى نطبق المعلومات سأذهب مثلاً لتغيير الصوت الفرنسي مع هذا الصوت العربي الذي تسمعون مثلاً صوت مارغو مع هذا الصوت العربي سأضغط على أنسر مع كونترول وسأبدأ في التنقل بالأسهم يميناً يساراً فوقاً أعلى أسفل سأبدأ في التنقل بالأسهم جميل الآن سأغير الصوت مرة أخرى أتواصلوا معنا جلي مع صوت هودا منشئوا المحتوى الإعلان الان إذن ربما قد وصلتكم الفكرة كما أنني يمكنني تغيير الصوت هودا مع الصوت العربي التي سمعتهم سأذهب إلى إضافة إلى دعالي جزيلا سأذهب إلى الإعلان جميل كما تسمعون الآن سنتصفح جميل إذن الآن سأعطيكم الفكرة أو سأطبق معكم كيفية طريقة إضافة هذه الأصوات وسأترك لكم الباقي لتستعرضونه بأنفسكم هناك صوت آخر عربي من صوت مايكروسوفت وسعودي ولكن حتى لا أضيع الوقت يعني أخشى أن أضيع الوقت صراحة لكن لم أحرمكم من الإستماع إليه لحظة واحدة موسيقى 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 جميل الآن سنستمع إلى الصوت الذكر العربي من مايكروسوفت مع إيفونا موسيقى السياسة والأمان ألية عمل تجربة الميزات الجديدة موسيقى 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 في التليغرام ستدخلون و ستجدون هذا الملف الذي ستسمعونه إن شاء الله ستزارف وي وعا تابا راديو تابا راديو ست تابا راديو ست سابي نفير كير دوت نت 4x هذا سابي 5 سابي 4 سابي نفير كير دوت نت 4x سابي 4x ستدخلون إلى التليغرام عند يونس تيفيو ستحملون هذه الإضافة بعد تحميلها ستنقرون عليها بهذه الطريقة وبعد ذلك ستضغطون على نعم بعد ضغطكم على نعم مباشرة سيتم نقل الأصوات الخاصة بالويندوز إلى حسوبكم جميل أنا لم أضغط عليها لأنني قمت بنسخ الأصوات كما رأيتم أيضا الطريقة لنسخ أصوات الأكابلا إلى السابي 5 أيضا وهي فتح الرام في سابي 6 في سابي 6 سابي 6 سابي 6 سابي 6 المسخ أصوات الأكابلا إلى السابي 6 % ... ... ... % ... ... ... ... ... إذا نضغط عليها بعد الضغط عليها ستفتح معنا الرومي الخاصة بنا سندغط على حرف N سندخل إلى NVIDIA بعد الدخول إلى NVIDIA سنبحث عن إضافة الأكابلة أو أنتم إذا كان عندكم l'AMFOFOX فلم تستطيع يعني لا تحتاجون أصلاً لعمل هذه العملية أنا ليس لدي l'AMFOFOX سأدخل إلى مجلد الإضافات وبعد ذلك سأبحث عن الأكابلة جيد جداً ثم سأبحث عن Driver ثم إدخال بعد إدخال سننزل إلى الأسفل سندغط على TTS بعد الضغط على TTS سأدغط على حرف R R R رغب سأدغط على سأضغط على Shift F10 حتى تظهر لهذه النفذة سأنزل إلى تشغيل غيق.ba كمسؤول تضغط عليها ثم تأتيك رسالة تخبرك بعدم نسخ الأصوات تضغط على موافق ولا تنتبه إلى الرسالة الظاهرة فقط اتبع المعلومات وضغط على موافق ثم أعد تشغيل الانفيديا وستجد الأصوات بإذن الله في السابي خمسة مرافقة لأصوات الويندوز ملاحظة أخرى إذا أردت نقل أصوات الويندوز وفي حالة إذا كنت تتصفح سأخرج من هنا لأنني لم أفعل شيء قمت بعمل هذا من قبل قلت إذا لم تجد الأصوات في السابي خمسة تأكد بأنك قمت بتثبيت الأصوات العربية كاملة وتأكد بأنك قمت بتثبيت الصوت الذي تريد مرافقته مع الصوت العربي الخاص بالويندوز في تلك الحالة اذهب إلى الإضافة التي قلنا عنها سابي أربعة واضغط عليها وستتم نسخ لك الأصوات لا تستطيع يعني نسخ لك الأصوات وهي أصلا غير موجودة أو غير معترف بها أو غير متعرف عليها إذا حتى تنسخ لك الأصوات يجب أن تكون في حاسوبك مثلا إذا ضغطت على الإضافة وأنت أصلا لم تنزل الصوت العربي فقط ستنسخ لك الأصوات الإنجليزية أو الفرنسية التي هي في حاسوبك لكن إذا قمت بضبط الأمور قبل الضغط على الإضافة التي تنسخ أصوات الويندوز فأكيد ستنسخ لك الأضافة إن شاء الله وستستفيد بإذن الله تعالى من الأضافة بشكل عادي إن شاء الله إذا إلى ذلك الحين سنلتقي إن شاء الله في شرح قادم نتمنى لكم المتعة والفائدة في هذا الفيديو أصدقائي المكفوفين هذا الشرح هو لكم وتحياتي ولا أدري لماذا لا يفهموني إخواني المشارق رغم أنني أتكلم باللغة العربية الفصيحة لا تعبه إلى الناطق إن تهبه إلي فأنا من يدير الشرح وليس الشرح من يديرني تحياتي ومع السلامة تحياتي ومع السلامة تحياتي ومع السلامة